أبونا لو سمحت كلمة أخيرة إيش الرسالة اللي بدك توصلها طبعا الناس اللي بتسمعنا في مصر وفي أي مكان آخر إذا الحادث المؤلم اللي صار في مصر طبعا أول حاجة من كل القلب بنعزي أسر الشهداء وبنعزي أصلا أيضا كل إنسان تأثر بهذا الحادث بنصلي من أجل المصابين في المستشفيات لسه في ناس كتير في حالات خطرة بنصلي أجل من أجل الأسر والناس اللي هما لسه لازم يعتنوا بكل الأمور اللي هي حصلة دلوقتي معاهم في عناية بنصلي من أجل الكنيسة في العالم كله جسد المسيح بنصلي من أجل قدسة البابا وكل المجمع المقدس ربي يديهم كده تقوة وحكمة في التصرف في العمل وهما الحقيقة وروا كل محبة وكانوا على مستوى المسئولية نصلي من أجل الحكومة والرب يغير كل الألوب في العالم كله ويكون فعلا سنة فيها سلام وتكون آخر الأحزان نبتدي كده بداية جديدة في السنة الجديدة يملك فيها رب المجد على قلبنا أبو نبشوي شكرا جزيلا وشكرا على وقتك وتعبك ومرتاني احنا من صلي لكل الأهالي اللي فقدوا الشهداء الرب عزيكو والرب فرحكو أيضا بفرح الروح القدس اتذكر أن يسوع المسيح هو ملك المجد مملكته ليست من هذا العالم وهو ملكوت روحي في داخلكم ملكوت فرح وسلام ومحبة أيضا بصلي أن محبة المسيح تملك في قلب كل واحد مننا وبصلي في اسم الرب يسوع أنك تتوج يسوع رب وملك على حياتك اليوم وهذه المملكة تتقدم إلى الأمام ربي باركك